26 ستمبر صباح 26 ستمبر كان أهم حدث هو ضربة الملازم محمد مطهر زيد بالمدفعية لدارة البشائر ثم هروب الإمام أحمد متسترا متخفيا ثم انطلاق دبابات الملازم محمد مطهر زيد والملازم عبدالله الصبرة لملاحقته ثم وصول مشائخ اليمن من الشيخ عبدالوهاب شرهان الشيخ حمود الصبري الشيخ آل الرويشان آل دويد آل القوسي عبدالله بن حسين الأحمر خرج من سجنه ووصل المشايخ ومعهم التأييد للثورة والجمهورية ووصل الشعب محملا بصناديق العناب وعلب السجائر والعصائر يهنوا الشعب مبدين استعدادهم لملاحقة الإمامية والقوف مع الثورة والجمهورية ما الذي غيرته هذه الثورة في حياة اليمنين كونها ثورة جاءت من أجل الإنسان غيرت أهم معامل أساسي وهو أن الشعب تحرر من حكم الكهنوت الظالم الذي اختزل كل شيء فيه وامتلك حق الإصطفاء الإلهي وصل يعني امتلك الشعب أن يقول أنا رئيس أنا ابن الشعب أنا الراعي أنا المزارع أنا الدكتور أنا المهندس لي حق حكم الشعب بالشعب ووصوله إلى على المستويات ثم وصل إلى مستوى التعليم خرج من مقبرة أكبر مقبرة في العالم شهدت اليمن لا يوجد مقبرة في العالم مثيلة لمقبرة الشعب اليمني تحت حكم الإمام خرج على يركب الطائرات ويعبر البحار متنقلا إلى كل أجواء العالم للدراسة والطب في عزلة كاملة لا يوجد عالم في الآخر ابحثوا في الكتب لن تجدوا عالم مشابه محبوس مثل الشعب اليمني النصف الأول من جسم مكفون يعني حي يمشي بأرجله والنصف الثاني مكفون في القبر ليس له كلمة فرعي رعوي الإمام والمزرعة مزرعة الإمام والبحر بحر الإمام والهواء الإمام والقطرانة تشتغل على كل حدب وصوب وعيون الإمام تتحرك شمالا يمينا لتخويف الشعب متى أراد أن يخوفهم وسيفهم مجرد في أي لحظة القطع القابة اليمنيين ولا أحد يستطيع أن يتحرك هنا وهناك ولكن الله سخر تنظيم الضباط الأحرار ليقول كلمته عندما قال الإمام هذا السيف وهذا الميدان من كذب جرب فجرب الإمام محاولة التجمع الأول لتنظيم الضباط الأحرار في مارس 61 عندما محاولة اختياله في مستشفى الحديدة ثم جرب سيف المدفعية وطلقة الشعب اليمني عبر ثورة 26 ستمبر طيب هذه الدكرات تقض يعني اليوم فيه وجه شبه بين ما قبل 26 سبتمبر واليوم يعني في ظل ما تعيشه المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية لماذا هذه الدكرات تقض مضاجع الحوثيين النظام الجمهوري هو يعني أصبح كابوس على الحكم الإمامي من أول يوم ولهذا حاربوه سبع سنوات حتى انتصر في فبراير 78 فك الحصار على صنعه وكان العالم واقف مع القوى الأمامية كل العالم لم يكن مع اليمن أحد يقف إلى جانبها باستثناء وجود السفرة الجزائرية والسورية في تعز والسفرة الروسية ولكن هذا الكابوس استمر لفترة معينة ثم هدأ حتى تمكنت جماعة الحوثي من استغلال الخلافات والاختلافات الجمهورية ثم انقض على النظام الجمهوري تحت بند الخلافات والاختلافات الجمهورية وليس تحت بند آخر نحن هنا ننكر نكران كاملا بأن يكون العقل الجمهوري قد وصل إلى مستوى الإفلاس ولكن ما حدث هو عبارة عن خلافات استغلها الجانب الحوثي اليوم ما يحدث في مناطق سيطرة الحوثيين من خوف وكابوس تجاه ما يحدث من شباب صغار ومن نساء ومن أسر ترفع العلام في ساحات اليمن في كل مكان من مناطق اليمن وفي مناطق الحوثيين خاصة أصبح كابوس لم يعد في مناطق الحوثيين للعالم أي وجود في حكمهم الإنقلابي سواء ركز العلم وإرفاقه بالصراخات ترجمة نانسي قنقر